لا شك أنه هناك أرق يصيب اللبنانيون بهذه الفترة وهو موضوع الكوليرا ومنخلص من وباء لا يوصلنا وباء آخر ما بنعرف كيف نتعاطى معه علما أنه كان موجود من زمان ولكن عودت الكوليرا كيف هي؟ كيف شكله الجديد؟ هل يتغير هذا الفيروس مثل ما بنسمع دائما عن المتحورات التي تصيب الأوباء الأخرى؟ كل هذه التفاصيل سأحكيها أكثر مع دكتور غنوة دأدوئي اختصاصية الأمراض الجسومية صباح الخير أهلا وسهلا بيك الحنور كيف تك دكتور؟ الحمد لله يعني اليوم لما نقول كوليرا اللبنانيين بلشوا يعيشوا على أعصابهم نعم يعني ننتهي من وباء ليظهر وباء آخر نعم أو شي شو هو الكوليرا؟ الكوليرا أو الشي مانوفايروس الكوليرا هي بكتيريا كوليرا فيبريو كوليري منسميها هي بكتيريا سلبية الجرام سريعة الحركة لا تحب الهواء تستوطن الأمعاء فلما تصيب الأمعاء تستطيع أن تفرز توكسن يعني سموم معينة بتأدي لإسهالات حادة وشديدة يعني درجة الإسهال قد تصل إلى 1 لتر بالساعة من شان هيك يصيب المريض الجفاف الشديد وهذا الجفاف يؤدي إلى اضطرابات بأملاح الجسم بالكالسيوم بالبوتاسيوم يؤدي إلى هبوط بسكر الدم يؤدي إلى أحيانا داء الصراعي الكومة وأكيد استفراغ ألام شديدة بالبطن مع كرامب يعني بيصرفي عنده المريض والشيء الأساسي كمان أنه بيصرفي عنده وجعب العضلات نتيجة اضطرابات الأملاح التي نحكي عنها الظاهر بهذا الإسهال الشديد أنه هو لونه بيميزه لونه اللي هو بيصير لونه أبيض مثل ميت الرز بنسميه بيصير لون ريحته فيشي أودر يعني كريهة بيصير في عنا لا يختلط بالدم عادة علما أنه في حالات ممكن تجي هيك والحرارة ما بتكون مترافقة مع داء الكوليرا إلا بحالات متقدمة جدا يعني عندما يصيب الجفاف الإنسان فإذا إحنا عندنا أي أعراض من هذه الأعراض اللي نحن نحكي عنها ببلد مثل بلدنا بلش الإعلان فيه عن حالات كوليرا وإذا كان خصوصي عندنا احتكاك مع أحد الحالات نعتبر حالة محتملة حتى تشخيصها كيف تصير العدوى؟ العدوى لا يحب الهواء 100% هو بالأبي بيقعد بالأمعاء لأنه عادة العدوى بتصير الكوليرا هذه البكتيريا بتجي إما من تناولها عبر تناول مياه ملوثة بالبكتيريا أو أكل ملوث بالبكتيريا فإذا هي بتجي من الأكل الملوثة أو المياه الملوثة أو عبر يدين ملوثتين يعني إذا اللي عم يشطل بالأكل مثلا كانوا أيديه منه ننضاف أو إذا كانوا أيديه منه ننضاف في الطايلت وغسى الإيديه مضبوط وسلم علينا أو مسك المسطحات فهذا كمان تنتقل عبر هذه الطريقة لماذا تجعل ظهرت الكوليرا؟ يعني نحن قالنا زمان عايشين بنفس البيئة خليني قول نعم بنفس المجتمع يعني لماذا عادت بعد وقت طويل؟ مية بالمية هلأ لا شك يعني الكوليرا تظهر معروف أنه هي بتظهر عند بأماكن بيكون فيها تلوث بالمياه شديد وتظهر بأوقات الأزمات والحالات التي تؤدي إلى اختلال عملية النظافة والتنظيف مثل الحروب والمجاعات ومنشان هي ببعض الأماكن بالعالم هي تعتبر اليوم داء مستوطن داء مستوطن لأنه ما عندهم وسائل المياه النظيفة ما عندهم القدرة على اتباع وسائل النظافة الشخصية والنظافة البيئة لا شك نحن كلنا بنعرف أنه بالسوريا بالبلد الشقيق سوريا صار في هذه الأزمات كلها ما رأيت فيها صار فيه اتراب لحرب وكذا وتقريبا بأوائل شهر تسعة ظهر هذا الوباء في سوريا ونحن مثل ما عارفين أنه ما في عنا هذه الحدود المضبوطة بيننا وبين الجمهورية السورية فأكيد الحالة الأولى التي أثبتت في لبنان هي حالة جاية من الإخوين السوريين بس نحن كمان ما بدنا ننسى أنه نحن ببلدنا نعاني من تلوث المياه يعني نحن لما زتينا الزبالة بالطرقات وزتينا الزبالة بالأنهور كان يجب أن نتوقع منذ سنوات أنه هذه المياه الجوفية لن تبقى نظيفة إلى أبد الآبدين ونحن لما ما منعمل صيانة إلى بنانة تحتية يجب علينا كمان أن نتوقع أنه يمكن قد تختلت هذه المياه الجوفية بمياه المجارير فإذن نحن كمان بلد كبلد بالترتيب تبعنا بستركتشر تبعنا مهيئين أنه سير في عنا هذا الداء نتيجة عدم تهيئتنا للبنى التحتية لأنها تكون بنى صالحة صالحة ونظيفة اليوم أي مات نحن بما أنه حكيتي عن العوارض الترافقة نعم أي مات نحن منحس أنه لا صار ضروري الانتقال إلى المستشفى وهل حدا مصاب بالكوليرا في تحكم بالبيت؟ أكيد من شان هيك نحن اليوم أنا يمكن رسالتي الأساسية للمواطن أكيد ما لازم نخاف بس لازم نكون يقذين وحذرين لأنه الدرجة الأولى بالعلاج من الكوليرا هي الوعي كلما كان وعينا أكتر حول مخاطر هذا الداء كلما نحن كنا عن جد قادرين نسيطر على العواقب اللي ممكن تنتج عنه لا شك اليوم نحن منقول للمريض ما تتأخر بالروحة لعند الحكيم لأن نحن كلما شخصنا مبكرا الكوليرا وكلما عطينا العلاج اللازم بشكل بكير كلما نحن أخرنا أو منعنا حدوث أي تعقيدات للكوليرا وتعقيدات الكوليرا مننا سهلة مثل ما نحكي في جفاف والكوليرا أصلا تعتبر من الأمراض الجرثومية القاتلة نحن نحكي عن جفاف شديد قد يسيب الإنسان فما تترك حالك لأنه يصرفي عنا هذا الجفاف الشديد اللي بيخلي في اضطرابات بالأملاح اللي بيخلي يوصلك لدرجة هبوط السكر للكومة للسرع إذا كان في استفراغ شديد يمكن يشرق المريض يعمل شيء التهاب رئتين فعواقب الكوليرا يمكن يعمل نشاف بشراهين راسه فعلى المريض أن يكون يقيدا حذرا أي إسهال شديد عليه التواصل مع طبيبه طبيبه يقيم الوضع بيشوف إذا في داعه يعطيه علاجات منزلية أو في داعه يفوته مستشفى لأنه عادة أعراض الكوليرا إذا بدك تتراوح ما بين مريض ما عنده أي أعراض أبدا وهي بنسبة 80% من الحالات يعني بتكون البكتيريا موجودة بس ما عنده هالأعراض اللي نحن عم نحكي عنا بعشرين بالمئة من الحالات يعني تختلف خطورتها ما بين mild moderate severe يعني ما بين أعراض الطفيفة لأعراض متوسطة لأعراض شديدة لأعراض خطيرة فرجاء لا تترك حالك لتوصل لأعراض شديدة لاحظت أنه فيه إسهال غير مبرر عليك التواصل مع طبيبك لهو يقيم الوضع ليقلك إذا بدك مستشفى أو ما بدك مستشفى اليوم نحن إذا قاعدين بنفس المنزل وأصيب أحد أفراد هذه العائلة بالكوليرا كيف نقدر نحمي الأفراد البقين سؤال كتير مهم ويمكن هو هنا أبو وعي اللي أنا عم بحكي عنه يمكن بها الخطوات اللي بدنا نقولها لا شك هذا الشخص اللي نحن مصاب بدنا نعزله بدنا بدي المواطن يفهم شغلة اليوم فكرة العزل بالكوليرا ليست هي الفكرة العادية اللي اعتدنا عليها بالكورونا أو اللي منشوفها مثلا بجرسومة الروتة عند الأطفال لما بصرف عندهم إسهال العزل يعني أنه لازم يكون الحمام طبعه نظيف جدا خصوصي بعد ما يستعمله بيستعمله الكلور دايما التيابه نضاف نحن إذا عم نهتم فيه بدنا نكثر من غسل اليدين يستحسن أنه نستعمل قفزات يعني كفوف وقت اللي عم نتعاطى معه عم نزبط له شراش وعم نطعمه عم نهتم بنظافته الشخصية أن نستعمل روب مثلا جاون خاص لما منهتم فيه ومنغيره ومنغيره ومنحطه بالغسيل بعد ما نخلص منه نكثر من نظافة اليدين نحافظ على مصدر المياه الصحي يعني لازم نشرب ماء نظيفة لازم منيكل أكل ناي لا أسماك نية لا سوشي ناي لا كذا لأنه هذه قد تحمل بطياطة البكتيريا اللي عم نحكي عنها وأكيد نظافة المسطحات والنظافة البيئة اللي عايشين فيها كمان شغلة أساسية بالحفاظ على عدم انتقال العدوى بين أفراد الأسرة نحن نعرف أن الكوليرا في عنده لقاء هل اليوم مستحب أن نعيد الكرة ونرجع نقدم هذا اللقاء فيما لو أصيب الشخص أو قبل الإصابة أو يمكن اليوم كرميل نحمي حالنا نروح على التلقيه لا شك فيه شغلة كثير أساسية بلقاح الكوليرا أول شيء الإشائي أي وباء موجود فيه لقاح نحن كأخصائيين يكون مطمئنين نوعا ما هلأ اللقاح هو بتعرف أنه كان موجود منذ القدم ولكن ليش تم عدم استعماله أو عدم الاكثار من استعماله أول شغلة لأنه فيه إلو أعراض جنبية هذه الأعراض تشبه أعراض الكوليرا ممكن يكون صداع، إسهال، ألم بالبطن، ألم بالعضلات ففيه أعراض جنبية الشغلة الثانية فيه ما فيه نطعم كل الناس فارتقت منظمة الصحة العالمية أنه حصر اللقاحات بالأشخاص المسافرين إلى بلد موبوء أو الأشخاص اللي قاعدين بظروف قد تساعد فيه انتقال الكوليرا مثل أزمات اقتصادية وأزمات سياسية وحروب وأكيد فيه أماكن تظهر فيها الكوليرا فهذه الأشخاص أو العينات الثلاثة من العالم اللي هن لازم ياخدوا طعم الكوليرا لا شك أنا اليوم أكيدة أن وزارة الصحة تعمل مع منظمة الصحة العالمية لحتى تؤمن هذه اللقاحات لا سيما للتجمعات الكبيرة التي تشكل بؤر فعلية لتفشي الوضع اليوم لما نحكي عن المرض بس في شغلة قدي مدته يمكن الناس ما بتعرف أنه إذا هي وصيبت بالكوليرا قدي معقول يبقى قدي معقول رفقة أكيد أنا ما بنصح العالم أبدا تنطر الفترة اللي هلأ بدي إليك عليها بقسة الكوليرا عادة الإسهال الشديد يبقى ما بين واحد وثلاثة أيام فترة حضانة البكتيريا يعني الفترة الحضانة التي تفصل ما بين دخول البكتيريا إلى جسم الإنسان وظهور الأعراض السريرية تتبارد تتراوح ما بين ساعتين وخمسة أيام يعني نحنا إذا كان عنا شك بإحتكاك بأحد المرضى علينا أن نرأب حالنا لحد الخمسة أيام فإذا مراقل فترة الحضانة من ساعتين لخمسة أيام الإسهال الشديد يبقى بين واحد وثلاثة أيام والمرض إجمالا يبقى بحدود الأسبوع والفيروس تبقى في الجهاز الهضمي لحد الأسبوعين تبقى هالأدب المسم؟ نعم وكيف ينقضى عليها من خلال الأدوية؟ هلأ في بعض الدراسات بتقول أنه من شدة الجفاف اللي قد يصيب الإنسان أو المريض بتموت هي البكتيريا بس بتكون التوكسن تبعها وكذا عم يشتغله وعم يعملوا هذا الإسهال الشديد يعني ولكن فيما لو أخذ أدوية ممكن هو يقضي عليها بالأدوية؟ الشيء الأساسي اللي نجد كمان بدنا نفهمه أنه العلاج الأساسي للكوليرا هي العلاج الجفاف يعني تناول السوائل بكثرة تناول السوائل اللي تعود الأملاح اللي بيفقدها الإنسان بالإسهال يا أما بده يجيب المصل الجاهز أو بده يحضر المصل طبعه ببيته لحتى يقدر يأخذ هذا المصل الشيء الثاني الأساسي الأنتبيوتيك كنت بدأي أسأل هل الأنتبيوتيك بيحمينا باقتلاء؟ نعم رجاء اليوم نحنا كأنا أطباء بالجمعية اللبنانية للأمراض الجورثومية نوصي دائما بعدم الإفراط بتناول المضادات الحيوية وترشيد استعمالها وبالكوليرا بالذات بالكوليرا بالذات لازم نعرف أن العلاج هو بس بالحالات الخطيرة ساعتها بدني أنتبيوتيك الشغلة الثانية بعلاج المرأة الحامل مثلا إذا أصيبت لأنه عرضة أن تعمل تعقيدات معينة بعلاج إذا كان مريض عنده كميات كبيرة من الإسهال عم يخرجها بالرغم من تعويض السوائل هيدا بده أنتبيوتيك والفئة الرابعة لبده أنتبيوتيك أن العالم اللي عنده الأمراض صحية بضعف مناعة مكتسبة أو مظبوط هو دي عالم لازم يأخذوا أنتبيوتيك بس بها الأربع حالات لازم أنا أعطي أنتبيوتيك وما ننسى اليوم نحنا عم نعاني بالعالم بلشت الدراسات تعطينا فكرة قد هذه البكتيريا قد تقاوم المضادات الحيوية يعني نحنا نكون عم ناخد أنتبيوتيك بلا لزوم وبالتالي بيأتل البكتيريا الثانية اللي هو حساسة عليها بس قد لا يستطيع بالقضاء على الكوليرا لا مشاغبة أكيد يعني منا قليلة أكيد حضرتك حكيت عن المسطحات نعم بتعيش الكوليرا الكوليرا قد تبقى موجودة على المسطحات أبدا وقت أسبوع ولكن تفقد فعاليتها خلال ساعات يعني حتى لو نحنا أخدنا زرعة من المسطحات ممكن تبقى موجودة ولكن منها حية تفقد الحيات تبعتها خلال ساعات وهذه شغلة جيدة ولكن أيضا أخيان نقول أنه لما منشك بحيالة حالة بالبيت أهم شيء الانتباه للنظافة يعني بالآخر يقول أنه هيدا الخلاص فإذا نحنا إذا عندنا شخص مصاب بالبيت لازم ننتبه له له لحتى ما يصرف عندنا جفاف عنده جفاف ويفوت بتعقيدات الكوليرا والشي الثاني لازم ننتبه لحالنا لحتى ما تنقول لنا البكتيريا أهم شغلة نظافة اليدين نظافة النظافة الشخصية ونظافة المسطحة يعني دكتور غنوة شكرا كثير لأليك شكرا على المعلومات اللي قدمناها للناس لأنه بتعرفي عن جد في كتير أسئلة وفي كتير حيرة الناس وقعين فيها من وجر يعني ما كان عندنا تفاصيل عن هيدا الموضوع إن شاء الله يكون ستفيدوا إن شاء الله نكون ستفيدنا وإن شاء الله تظل الكوليرا بعيدة عن جميع الناس يعني ويهتموا بحالكم ونظافتكم الشخصية شكرا كثير لوجودك معنا دكتور أهلا وسهلا